اشتركوا في القناة إن الله وإن إله رجعون باع الدنيا واشترى الآخرة سأوضحت بعض المصادر أنه قضى وقته كله في مغسلة الأموات وفي المجبرة زهدا في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة واليوم يطفن بعد أن كان يطفن وهنيئا له سألين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويها الصبر والسلوان تحول من حكم يحكم في ملاعب المملكة العربية السعودية مدة سلاسون عام إلى مغسل أموات رغم صعوبة المكان الذي كان يتواجد فيه إلا أنه أصبح المكان الذي يستمتع فيه استمتاعا كبيرا وأقسم حسن البحيري بأن يكون هذا لوجه الله تعالى بعد وفاة والده وتخسيل لوالده بنفسه إن لله وإن إليه رجعون كان حسن البحيري يحب عمله ومتفانيا فيه خلال سلاسون عام ولكن هناك حدث جعله يعتزل التحكيم نهائيا وهو عندما أصيب لاعب من النادي الأهلي عبد الرحمن أبو سيفين عندما أصيب بكسر أثناء المباراة وفشل حسن البحيري في تقدير هذا الموقف وأمر اللاعب بالنهود ولكن اللاعب لم يستطع النهود لوجود الكسر ولكن حسن البحيري لم يكن يعلم بذلك وعندما نقل اللاعب إلى المستشفى أخبروه بأنه أصيب بكسر مضاعف حينها شعر بمشاعر الأبوة وأنه يمكن أن يكون ابن مكان هذا اللاعب تألم كثيرا على ذلك حيث أنه تألم لأنه أخفق في تقدير الموقف لذلك قرر الاعتزال نهائيا من التحكيم ليتجه بعدها إلى تغسيل الأموات يبلغ من العمر 66 عام مستواه التعليم بكارليوس تربية بدنية سألنا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان أيها المتابعين بكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته